اهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين داخل الكورة مع الحياة والناقض الرياضي الكبير دايما بيشرفنا ونقرنا أستاذ جمالي الزهيرين شرفنا فانهم اهلا كبسي في زي حضرتك ربار حضرتك ايه كل سمان الحمد بالله تمام يعني أول حاجة أسأل لحضرتك سريعا رأي حضرتك ايه في الوسط الرياضي على فكرة ده العادي يعني مش عايز الناس تستغرب قوي يعني او احنا ساعات بيبان من كلامنا ان احنا مستعجبين لا هو الاوضاع كما هي وبتتكرر لانه يعني السيستم مش موجود بس هو ممكن ان احنا بنعدي بظروف إثنائية بعد الثورة فالناس كلها بتنادي ان احنا بايد واحدة مع بعض عشان المركز تعدي هل ده في الرياضة مختلف؟ يعني بدادي عليه في السياسة أحيانا لا بالعكس لما الرياضة كانت كرة متوقفة والناس كلها كانت ايد واحدة ليه؟ لان الناس كلها كانت مقدرة كويس قوي الظروف اللي بتمر بيها البلد وبتمر بيها الرياضة بس معرفش ليه اول ما بنبتدي نشم نفسنا بنختلف تاني يعني لو تتذكر معاك تصيف أيام الدوري ما كان متوقف وما فيش نشاط كروي خالص كان الكل بيقول ولا يوم من أيامك يا دوري يرجع الدوري وإحنا هنبقى كويسين جداً وهنبقى حلوين جداً مع بعض مش هنختلف فاكر حضرتك الأيام الجميلة دي لما الناس كان بتطلع وقفات احتجاجية بسبب غياب البطولة وتوقف النشاط الكروي الناس كلها كان كل واحد عنده استعداد يقدم أو يتنازل عن جزء من حقه عشان المركز تمشي أول ما بدأنا نشم نفسنا شوية ابتدت برضو نرجع تاني للصراعات والمشاكل لو قلنا أنه في أخطاء مثلاً في اتحاد الكورة في النادي الأهلي في نادي الزمالك هي موجودة من قبل كده بس المشكلة مثلاً عند اتحاد الكورة كابتسيف أنه لو حقق إنجاز كل الأخطاء اللي موجودة حتى لو كانت كبيرة أو صغيرة كلها تختفي هي يعني لو تفتكر فيه مجالس إدارة جات ما عملتش حاجة بس بقوة الدفع الأمور كانت ماشية في اتجاه مثلاً أنك توصل كاس عالم في اتجاه أن أنت تاخد بطولة أمم أفريقية بطولة أو التانية أو التالتة أنا ما أقصدش حد محدد بس بأقصد أنه الإنجاز ولو إنجاز واحد لأنه أساس وجود مثلاً اتحاد الكورة مش إن إحنا نعمل إيه ولا ننظم إيه ولا المشكلة إنك تحقق إنجاز على مستوى المنتخب يمكن ده مش مساعد اتحاد الكورة الحالي يعني لأنه فيه ظروف كتير بتعطله فبتخلي الهجوم يكتر والأخطاء الصغيرة بان ضخمة يعني طبعاً مش هنتكلم بقى عن السنغال تاني يعني كفاية كوت الاب أحسن كوت الاب أحسن وننتظر بقى نشوف إيه القصة هترسع لإيه أنا بس أحب أنوه لحاجة قالولي في الفاصل على شوية معلومات كده هستغل وجود حضرك برضو أقولها السرماد وحيد ما أتكلم على الأستاذ محمود صابري وقال على موضوع المصدر إنه هو يعني المصدر أو اللي يقول معلومات فأنا رضيت الحقيقة جيد السرماد صابري قلت إن أي مصدر طبيعي خالص إنه هو يعني كل واحد يتمنى إنه يكون لي مصدر في أي مكان ده هو ده طبيعي المعلومة بتاعت السؤال اللي تخص الموانس محمود طاهر أنا الحقيقة ما كنتش فاهم الموضوع بعدين قالولي إن الموضوع كان عرضه الكابتن أحمد شبير طبعا أنا عمري في تاريخ حياتي ما أقدر أعلق على حاجة كابتن أحمد شبير كابتن أحمد شبير أستاذي وأعلامي طبعا كبير وهو يعني الحقيقة صاحب فضل كبير جدا علي فأنا الحقيقة ما عرفش الموضوع عشان الناس بس ما تاخدش إن أنا يعني رايح مثلا في حتة لكابتن متحط أو حتة لكابتن شبير أنا بسمع الكلام وأنا ساكت الحقيقة ما عرفش ما عرفش مين طلع الصور مين قال كذا ولكن في النهاية أنا كيل إن كل احترام للجميع وطبعا بنتكلم على الرموز من الكلام أصباح مود صابري كابتن أحمد شبير كابتن متحط أي حد هم كلهم رموز في مجالهم وأقرب طبعا بالنسبة لي كابتن طبعا أحمد شبير فضل كبتن يعني عايز تعليق على أي جزء إيه بقى أنا مش عارف لا يعني أي جزء في هو كان أصدر عماد علق على كلام أصدر محمود صابري حيثت إن أنت يبقى فيه مصدر كان هو الراجل معي ضيف أنا كان له كل احترام وسألته سؤال يعني قلت له أنت المصدر اللي بيجيب لك معلومات بدأ احترم قال لي آه بموت فيه ده مين اللي بيقول أصدر محمود صابري طيب طبعا صح ده أنا بموت فيه يعني أنا نفسي بشترك مع محمود صابري في إيه إنه أنا كصحفي أو محمود كصحفي أهم حاجة في حياتنا اللي يجيب لك الخبر صح أنتو متفين على دي طبعا أصل هي دي طبيعة